كعدتها تبقى قناة شروق رائدة في كل المجالات فبعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها في السنوات الأخيرة ها هي اليوم تخطف الأضواء من جديد وتشرع في بث مباريات البطولة البلجيكية ومسيئت كل يوم أحد بمعدل مبارتين في تجربتنا الأولى من نوعها للقنوات الخاصة في الجزائر وشروق باختراقها عالم الامتياز أكدت من جديد احترافيتها العالية كانت في الأولى في عدة ميادين ها هي الأولى التي تنقل مباريات حصرية وإن شاء الله نحن نكون في المستوى باش نعطوا ممكن البطولة البلجيكية ما يعرفوا هاش بزاف جزائريين ممكن كانوا يتبعوا شخص وفيان هني ويسحقوا بالفضيل نحن نعطوا مع محللين ومع الزملاء ومع خال التهمي باش نعطوا أكتر معلومات وأدق معلومات المعالق خال التهمي منهمكم من جهته في إعداد ومتابعة آخر المستجدات قبيل اللقاء رفقة منشطي البلاطو التحليلي في ترقب بداية العد العكس التنازلي لإطلاق البث اليوم الشروق تفرح تحدي آخر تلبيا لرغبات المشاهد الكريم وهي نقل لمبارايات مهمة في دوريات ربما دوري البلجيكي لمن يعلمه طبعا في المرتبة السابعة من حيث ترتيب الدوريات الأوروبية متواجد فيه أيضا لعبون جزائريون محترفون على غراسو فيان هني في أندر لاقت وأيضا دريس وأيضا نتكلمه على إسحاق بالفضيل متواجد مع نادي ستاندرد دوريجو الارتحدي جديد وحصري ولأول مرة قناة خاصة تنفرد بنقل سابع بطولة أوروبية نضم باليدي شيء رائع وشيء جميل جدا خاصة لما نشوف لكاليتيتة الصورة لفيها وخاصة أن لاعبين لاعب سابق في الفريق الوطني ممكن يعود ولاعب حالي في الفريق الوطني وأن الشروق راح ممكن تنقل أغلب مباراة هذا اللاعبين الأجواء اليوم باستديوهات الشروق كانت استثنائية بمناسبة بث مباراتين من البطولة البلجيكية حركة غير عادية بأرويقات الستوديو الكل سابق الزمن لإنجاح الموعد في مقدمتهم جنود الخفاء الذين ضبطوا أجهزتهم وانتظروا الحدث الشروق ما معروفة بمبادرتها الحصرية من ناحية التقنية من القناة الصعوبة لأننا كنا نعمل من قبل برامج مباشرة مثل برنامج أراب كاستينغ نفسها الطريقة هنا الشيء المختلف هنا أننا الآن لدينا بلاطو مباشر عندنا أستوديو تعليق ونروح من الأستوديو تعليق للبلاطو مباشرة والمؤكد أن التجربة ورغم حدثتها فإن قناة الشروق استطاعت أن تخطو خطوة جرئة يعجز عنها الآخرون في انتظار تجارب جديدة مع أكبر البطولة الأوروبية